سالك أحدث نادي للغولف في المغرب ونادي غولف هوارة بطنجة يلتأم شمل أسرة الغولف المغربي من خلال نسخة 18 لكأس العرش نسخة تتميز بتحتيم الرقم القياسي من حيث المشاركين حيث حارس 19 نادي على خوض غمار هذه التدهرة بأجواد وأفضل العناصر وعينه على الكأس الغالية وكما هي العادة خلال النسخات السابقة فقد خصص اليوم الأول لتقديم الفرق المشاركة في جو طبعته الروح الرياضية والتشجيعات بين اللاعبين واللعبات المشاركين من الضار البيضاء من الرباط من مراكش من أجدير من طنجة من الصويرة من فاس ومن المحمدية حضرت الفرق والحلم يروضها بحمل الكأس يوم السبت القادم وبخصوص تنظيم هذه التدهرة وأهميتها نستمع لجليل من عزوز العضو الجامعي ومدير البطولة الحمد لله احنا تنضلوا احد الخدمات بعد السنين ديال تنمية هاد الرياضة في المغرب وتحت الارشادات ديال الرئيس ديالنا السمو الملكي الأمير موني رشيد دوكتر نمشوا للنوادي وتنعونوهم باش يحلوا مدارس القولف داو هاداك المدارس باش يتحلوا تيوجدوا العابة دوكتر نمشوا لهم يلعبوا تهما كأس العرش وحنا غادين وحنا تنجيبوا اكثر ديال النوادي الاحتكاك واكتشاف مواهب واعدة هي جزء من الاهداف المنشودة من تنظيم بطولة كأس العرش في ريادة القولف والتي تعيد بمواجهات جديرة بالتتبع والمواكبة والمواكبة